يوم آخر قيضه شديد الرطوبة مرتفعة جداً ليس من السهولة استنشاق الهواء في كالكوتا في الهند إحدى أكثر مدن العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة إن التقص يزداد سخونة والناس يمرضون نعلم جميعاً أن الحرارة ستستمر في الارتفاع لكن ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ في الواقع لا يمكننا فعل شيء هالينا فقط أن نعاني من العواقب تتجاوز درجات الحرارة هنا قدرة السكان على تحملها الكل تحت وطأة قسوة الطقس كباراً وصغاراً تسبب لي الحرارة صداعاً شديداً وألماً في بطني ولا أستطيع النوم ليلاً لا أستطيع الدراسة لأن الحرارة مرتفعة جداً أريد فقط أن أستحم كثيراً وسط درجات الحرارة المرتفعة جداً فجأةً يهطل المطر لن ترى أحداً هنا متفاجئاً فسكان كالكوتا اعتادوا الأمر ومعظمهم لا يعي أسباب هذا التطرط في مناخ مدينتهم ولا يدرك كيف أضحت مدينتهم من بين أكثر مناطق العالم سخونة لكن المقلقة وفق ناشطين بيئيين هو أن لا يكترث المسؤولون لما يحدث وأن لا يضع مخططاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مستقبلاً في بلد تختنق مدنه بانبعاثات غازات الدفيئة إنهم لا يهتمون بالأشياء في المدى البعيد لا يهمهم ماذا سيتنفس السكان في المستقبل كل ما يهمهم هو ما سنأكد اليوم السياسيون يركزون على الأشياء في المدى القريب فقط لهذا ليس هناك أي مخطط لتغير المناخ إنهم لا يعلمون شيئاً بالأساس عن تغير المناخ يتوقف المطر مرة أخرى في كالكوتا وتستمر حياة سكانها بكل معاناتها لكن تطرف المناخ لن يتوقف ما لم تضع البشرية الطبيعة على مسار التعافي في القريب العاجل